ما إن عينت الميليشيا الحوثية مشرفين على كل المدارس بما فيها الخاصة حتى اتضحت مهمتهم المشبوهة التي من أجلها تم فرضهم بالقوة ومن خارج الحقل التربوي فمع بدء العام الدراسي في غير أوانه المعتاد في مناطق السطوة الحوثية وتزامنه مع بداية العام الهجري وعاشراء بدأ الحوثيون مهمتهم بفرض مناسبات طائفية على المدارس لا علاقة لها بها وتم فرض يوم احتفائي على كل مدرسة لإقامة طقوس عاشراء الكربلائية ذكر استشهاد الإمام الحسين وتوزيع مطبوعات شعرية وخطابية ليلقيها الصغار في طوابير الصباح تتحدث عن مظلومية آل البيت ودعوة اليمنيين لنصرتهم والولاء لهم بعد 1400 عام من استشهاده مصادر تربوية في صنعاء سخرت من انشغال الميليشيا الحوثية بشيعانة المدارس بدلا من الانشغال بمرتبات المعلمين ولقمة عيشهم أو ابتكار برامج علمية حديثة لتطوير التعليم مبدين استغرابهم من هوية المشرفين ومن أين جيئ بهم ليأتي الجواب صادما من مصادر في صنعاء كشفت الهدف من تعيينهم دون جدوى علمية فبعد فرض الهدنة وتوقف الحرب في معظم الجبهات الحوثية تحول الآلاف من مقاتليها ومتطوعيها إلى عاطلين بلا عمل وعمالة فائضة تتحرج من تسريحهم دون مقابل بعد انتهاء دورهم واستخدامهم كمطية لخدمة أطماعها السلطوية وباتت مرتباتهم عبءا عليها خاصة بعد أن أغرتهم بمناصب وصرف قطعة أرض ما دفعها إلى البحث عن فرص بديلة لاحتواء العائدين من جبهاتها ومنها توزيعهم كمشرفين في المدارس حتى لا يتحولوا مستقبلا إلى مشكلة مجتمعية والتزامات مالية حيث تؤكد مصادر حوثية رافضة للقرار أن جميع المشرفين الجدد الذين فرضوا على المدارس الخاصة ليسوا سوى العائدين من الجبهات بعد انتهاء مهمتهم وتم تعيينهم عبثا دون أدنى المعايير المهنية بحجة مراقبة العملية التعليمية وفرض الهوية الإيمانية المزعومة بل وإمعانا في الغطرصة تم إرغام المدارس الخاصة بأن تتحمل مرتباتهم وحوافزهم الشهرية بدون النقاش ترجمة نانسي قنقر